اشتركوا في القناة كل جزء من القرآن الثلاثين جزء الذي تجد ذكرا واضحا لهذا النبي الرسول الذي اخذ صفة ما اخذه ما اخذها احد لا من قبل ولا من بعد الشيخ انبياء ابن اسرائيل النبي الرسول الكريم القوي الامين كما وصفته هذه البنت الصالحة عند مدين سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كثرت حقيقة الامر اعداد الانبياء والرسل لبني اسرائيل وقد يتعجب الانسان سائلا وما السبب لماذا كان لبني اسرائيل عدد ضخم من الانبياء والرسل غيرهم من الاقوام يعني ما كانش في هذا العدد يعني العرب جاءهم انبياء يعني محدودين جدا ختموا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي العربي الخاتم عليه الصلاة والسلام ولكن بني اسرائيل يعني تقريبا اكثر من الف نبي ورسول لماذا لانا نستطيع نظر مثالا بسيطا لو ان واحد عنده مرض محدد مثلا عنده الم في عينه او في اذنه لا تذهب لطبيب الاذن او طبيب العيون بس طب واحد عمل حادثة حادثة يعني دهمته سيارة فكسرت اضلاعه وذراعيه وهشمت انفه واسنانه وعينه حصل في المشكلة واذنه السمع وحصل في الجمجمة شيء وحصل في سبحان الله الركبة شيء وحصل في الانسجة وفي الاولدة وفي الشرايين فلعايز ايه عايز ما صحة مستشفى كاملة عايز تخصصات كثيرة لكثرة امراضه ولكثرة ما به من من داء ومتعدد فيطر الى عدة اطباء هكذا بانو اسرائيل كثرت امراضهم الاجتماعية والنفسية وكثرت واستعصت على المداوين ادويتهم واستعصت داءهم على دوائهم فارسل اليهم اكثر من نبينا ورسول فقسموا للأسف قال فيهم ربنا فريقا كذبتم وفريقا تقتلون يهتي سيدنا موسى لنستطيع ان نطلق عليه شيخ انبياء ابن اسرائيل كبيرهم عليه وعلى البيان السلام اولا وصفه ربه عز وجل باوصاف تتوق اليها النفوس الطيبة والهمم العالية شيخ انبياء ابن اسرائيل قال فيه رب العباد انه كان مخلصا وكان رسول النبي والمخلص هو الذي لا يأتيه الشيطان لكن المخلص ممكن احيانا تراويده يعني وساوس الشيطان كثيرا اما المخلص قال الشيطان عن نفسه في العباد المخلصين الا عبادك منهم المخلصين قال ربنا في سيدنا موسى انه كان مخلصا وقال في سيدنا يوسف انه كان من عبادنا المخلصين المخلصين يعني عنده اخلاص ثم خلصه ربه كان مخلصا فاصبح مخلصا وهو تنقية النفس من ادرانها التي ترتكز بها الى الاهاب الترابي في الارض مخلصا رسولا نبيا ونديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا قال فيه ربه اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي قال فيه ربه في سورة طاها وانا اخترتك فاستمع لما يوحى هذا النبي الرسول الكريم كله منا كبيرة جدا على اخيه كانت اعظم منا في التاريخ ان طلب من ربه ان يجعل اخاه هارون معه وزيرا سبحان الله وقال ربنا ووهبنا له من رحمته من رحمتنا اخاه هارون نبيا ارسل الى هارون هو افصح مني لسانا وقال ايضا عندما يدعو رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل العقلة من لساني افقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اجدد به ازري واشركه في امري كي نسبيحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا هكذا ارتفع يعني سيدنا موسى بتصفية نفسه عندما رب العباد عز وجل جعل نفسه صافية مصفاه نقية هكذا الكريم عليه وعلى لهذا كان متاضعا لما خطب خطبة في بني اسرائيل وقال يا رب بعدما اعجب بني اسرائيل بالخطبة وبالكلام قالوا له يا موسى هل في الدنيا او من هو اعلم الناس في الارض بطبيعة الحال اعلم الناس في الارض نبي ورسول وكريم يعني في صفات لا توجد في احد غيره قال انا ولكنه اتراجع نفسه وقال يا رب ان كان هناك من هو اعلم مني فدلني عليه قال يا موسى الخضر اعلم منك اين اجده عند مجمع البحرين وسوف نهت لقصة موسى العجيبة جدا في قضية التواضع لمن نتعلم منه التواضع في طلب العلم سبحان الله اما قصة مولده انه ولد في العام الذي يقتل فيه فرعون ابناء بني اسرائيل الذي كان يذبح ابنائهم مش يذبح لا فرعون كان يذبح يعني بشدة وبقسوة ليذبح لا خلاص ليذبح شيء عادي لكن ايه يذبح يعني يذبح بقسوة وبشراسة وبعمت وعنقضت وترصف وسبق اصرار تذبير يذبح ابنائهم ويستحي نساء مولد موسى في عام القتل الله هو الذي نجاه سوف نأتي لهذا القصص العجيب ونأخذ العبرة حتى يزداد يقيننا في الله وحتى نستشرف ارواحنا الى السماوات العلى في الفكر وفي اليقين وفي التوكل على رب العباد سبحانه وتعالى ايضا واجه سيدنا موسى اصنافا عجيبة فرعونية طاغية قارونية كانزة اسرائيلية ناكدة مناكدة مناكرة تنف وتدور وتتعب سبحانه الله ما امرهم امر ونفذوا ابدا وبعد ذلك صبر على كل هذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يحب يضرب مثال في صبر الدعاء ما كان يتمثل بصبر ايوب ولا صبر اي نبي كان يقول رحم الله اخي موسى لقد اوذي اكثر من هذا فصبر فجعلوا رمز امامه كي يصبر على امر الدعوة طبعا قصة سيدنا موسى قصة طويلة في طول القرآن وعرضه واحنا على مدار يعني ان شاء الله ما ينسر الله به الوقت نبتدي ناخد من كل قصة كده ايه شوية ايه عبر نبدأ في البداية رأى فرعون رؤية هذه الرؤية اولها من حوله ان ولد من بني اسرائيل سوف يكون سبب في زوال ملك فرعون يا الله هنا ثارت ثائرة فرعون واصدر فرمان ملكي فرعوني ان كل ولد من بني اسرائيل لابد من قتله واستحرر القتل في بني اسرائيل يترك البنات ويقتل الاولاد والعجيب عند بني اسرائيل انهم كانوا لا يزوجون احدا من خارج يعني بني جلدتهم يعني لا يزوجون او لا يزوجون بناتهن للمصريين الذين كانوا يعيشون بينهم لا لن يزوجها ل ايه لواحد يجب ان يكون من بني اسرائيل وانصرية عجيبة المهم لما كثر القتل واصبح بني اسرائيل في مصر لا ولد عندهم بدأ الجيل الثاني انقرت فيش ولا ولد زي كده الجماعة للصنين لما ناكروا الفطرة وقالوا ان ما فيش لا تنجي بالاسرة الا ولد واحد فقط او بنت واحدة فقط يا الله يعني شايل الولد لله والجيل الثاني يجي ايه لله اخ والعم ولا خال ولا عم ولا خال يا صفر يا رب ارثف يا لطيف انت تلعب في هندسة التوزيع الالهي مصيبة دع الدنيا تتوازن كما خلقها رب العباد عز وجل يهبوا لمن يشاءوا اناثا ويهبوا لمن يشاءوا الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا لا تلعب في القضية ابدا كان قبل موانع الحمل المعروفة عند النساء في العصور القديمة شوفناش ان واحد من اجدادنا انجب مية وخمسين واحد حصلتش رغم ان كان بنت الزوج عندها سلتاشر سنة وتقول ان جيب ما شاء الله انك لسن الخمسين والستين لا قوات اللي بالخصوبة كانت موجودة وما كانش فيه سبحان الله الهرمونات والمأكلات التي لا يعلمها الا الله واللي جاي المسرطن وغير المسرطن واللي فيها هرمونات واللي فيها سبحان الله واصبح العقم عند الصغير والكبير واصبح الهرم عند الكبير والصغير وكانت الجدة زمان جدتي وجدتك وجدتك ايضا سبحان الله كانت سبحان الله تقوم بخدمة بيت من 20-30 فرد ولا كان عندها شاشة عظام ولا كان عندها نقرس ولا ذبحة صدرية ولا توتر ولا تروح لطبيب نفسي ولا غيره وانت يا مسكينة عندك سبحان الله خادمتين يعينوك وعندك غسالة فول اوتوماتيك تضع الصبعك على الزر بس كده ويبتدي يغسل البتاعه ويعليه شوي ويطلع البتاع الآلي ده يمكن يضع لك في المستقبل على زمن بنتك يا بنتي انت وهي وابنك وحفيلك ان شاء الله يمكن يطلع لهم البتاع الآلي يخدهم الملابس من الغسالة وفيها يعني قد كويت وترصف الخزائن على الآرف مين عارف يطلع للسلام قالي بعد كده يلبسنا لان احنا اصبح عندنا سبحان الله العظيم تبلد حسي واصبحت الحواسي سبحان الله ورغم ان الغسالة مريحة وجددك بتغسل الغسيل بتاع تلاتين اربعين فرد في العائلة كلها انت عندك شاشة عظام وعندك نقرس واضاء فيك بتقع من كتر الاحمر والاصفر اللي تحطيها فيها ووشك سبحان الله مسكينة سن الثلاثين نظهر عليك الهم والتجعيد من كتر الكيمويات المغشوشة اللي محطوطة وجددك دكاتلات ولا غيره المهم نعود الى قضية فرعون في قصة فرعون مع بني اسرائيل ان استحرر القتل في ابنائهم فراحوا بشيوخ بني اسرائيل والتقوا مع فرعون واتفقوا معه اتفاق ان يقتل مواليد سنة ويترك لهم مواليد سنة حلاص يقتل مواليد سنة ولد هارون في عام الام هارون ولد في عام الام وموسى ولد في عام القتل ولكن الانسان لا يستطيع ان يتحكم في هذا الكون لان الكون رب وهذا الرب سبحانه وتعالى هو الذي يسير الكون كيفما يشاء ما الذي حدث عندما ولد موسى في عام القتل هذا ما سوف نعرفه ان شاء الله ولكن بعد الفاصل كونوا معي اهلا قفنا قبل الفاصل عند قيام اتفاق او حصول اتفاق ما بين فرعون الذي كان يذبح ذكور بني اسرائيل من المواليد ويستحيي نساء ويترك النساء يعني يتركوا البنات ان اتفقوا ان يقتل مواليد سنة من الذكور ويترك لهم مواليد سنة عشان الجنس الاسرائيلي لا ينتهي بهذا الشكل وقد كان ولد هارون في عام الامر وولد موسى في عام القتل لكن يدى الله عز وجل تعمل في الخفاء فدعها تعمل ولا تتعجلها ان رأيت ظالما يظلمك فدعه لله عز وجل يقتصلك منه دعي الله يكون ناصرا لك ونصيرا من اردت ان تقطع له اصبعه دعه لله يقطع لك يدك وان اردت ان تقطع له يده دعه لله يقطع لك ذراعه وان اردت ان تقطع له ذراعه دعه لله يقطع لك خبره فلا تدع على الظالم فان ظلمه اسرع اليه من دعائك عليه ظلمه اسرع اليه وينهي سبحان الله الحياة اساسا من امامك لانك وكلت امرك لله عز وجل جاء كريم الله موسى مولودا من بني اسرائيل في عام يقتل فيه فرعون كل اولاد وابناء بني اسرائيل اذا بالوحي الاعلى تلهم ويوحى الى ام موسى كما ورد في سورة القصص ورحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزن ان رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين اي عجيبة فيها انواع ثمانية من البلاغة ثمان انواع من البلاغة سبحان الله فيها خبران وامران ونهيان وبشارتان تبا كان اتنين واثنين 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 خبران وامران ونهيان هي ستة ومشارتان هي ثمانية أنواع نوع من الأنواع الخبر الأول وأوحينا إلى أم الموسى الأمر الأول أن أرضعيه فإذا خفت عليه هذا هو الخبر الثاني فألقيه في اليم هذا هو الأمر الثاني وأوحينا الخبر الأول إلى أم موسى ان ارضعيه الامر الاول فاذا خفت عليه الخبر الثاني فالقيه في اليم الامر الثاني ولا تخافي ولا تحزني النهي الثاني انا رادوه اليك احنا هرجعه لك هذه البشارة الاولى واعظم بشارة وجعلوه من المرسلين البشارة الثانية المهم اصبح السيدنا موسى موجود في هذا الكون مولودا والجنود والعسس المخابرات الفرعونية تمشي وراء القابلة القابلة دي اللي بتولد النساء يعني عشان يمكن بناتنا بنات الجامعات الاجنبية الان لا يفهمني عني القابلة نقول لهم يعني طبيبة امراض النساء او في الاوروبا ممرضة التوليد يعني متخصصة في التوليد يعني فيمشي وراء القابلة القابلة رايحة بيتحدي باذا عندهم حالة وضعها يعني زمان كانت الناس مختبئة في البيوت ما حدش يعرف من الحامل ومن اللي مش حامل وركات المرأة كل مهم يعني كان قابلة تصير نحو بيت اذا فيهم ايه حالة وضع هما صاروا نحو بيت ام موسى يكابد عندها ولت هارون وعندها بنتها مريم اكبر من موسى ومع دين يقول رب العبادة عز وجل لها في سورة طاه غير سورة القصص اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم يلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي عدو له والقيت عليك محبة مني ولا تصنع على عين يا الله لم يأمرها رب العبادة عز وجل ان تضعه بهدوء في الصندوق لا اقذفيه قد في دين عليه الالقاب القوة اقذفيه بالتابوت وبعدين قولي التابوت دا وليه سمي تابوت لان الولد الصغير رضيع مولود من السعاء لو كده سبحانه اي حركة من موجة في هذا الماء ينقلب وينتهي بكم تابوت ولكن الله عندما يأذن ان يعيش من هو داخل التابوت سوف يعيش اعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء ان قد كتبه الله عليك رفعت الاخلام وجفت الصحف الموضوع منتهي خد عندك يقين ان خالق الكون هو الذي يسيره لا انت ولا انا لا انت ولا انا ولكن ارضى بما قسم الله ان رضيت بما قسم الله ينشرح صدرك والاقدر تسير وفق قلبك المؤمن وقال الله يا داود انت تريد وانا اريد فان رضيت بما اريد اعطيتك ما تريد وان لم ترض بما اريد اتعبتك فيما تريد ثم لا يكون الا ما اريد فاني فعال لما اريد يا الله لا احفظ هذه اكتبها يا داود انت تريد وانا اريد فان رضيت انت ان رضيت بما اريد وهو الله سبحانه وتعالى اعطيتك ما تريد تاخد ما تحب وان لم ترض بما اريد يعني تمردت على القضاء والقدر وان لم ترض بما اريد خلاص ما رضيت ما قبلت الامر اتعبتك فيما تريد ثم لا يكون الا ما اريد بس لا مبدل لكلمة الله لا راد لقضاء الله ابدا شوفوا علمونا صغارا العلماء وما زلنا صغارا نتعلم صغار علم يعني وان كنا قد هرمنا في السنة لكن صغار في العلم يظل الانسان يتعلم ويتعلم فان ظن انه علم فقد بدأ يشهر قالوا لنا ركائز اربعة يجب ان تكون في قلب كل مؤمن انه لا راحة في الدنيا لا للمؤمن ولا غير المؤمن لا راحة في الدنيا ولا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت ولا رد لقضاء الله اكتب هذه ايضا لا حيلة في الرزق لا شفاعة في الموت يعني لا راحة في الدنيا او الوحدة لا رد لقضاء الله ايه لا راحة في الدنيا لا حيلة في الرزق لا شفاعة في الموت لا رد لقضاء الله اقضي فيه في التابوت فاقضي فيه في اليم يلقي هليامو بالساحل هنا تفرح الدليل على ان ولدها سوف ينجو هيصل الى الساحل المفاجأة المنتظرة ايه يأخذه عدو لي وعدو له يا الله عدو مركبة عند فرعون يعادي رب العبادة عز وجل ويعادي كريم الله يا الله عدو مركبة المهم فرعون يريد ان يذبح كل ولد من بني اسرائيل لكن الله قد قضى في سابق علمه وقضاءه لا يرد ان فرعون هذا الذي يقتل اولاد بني اسرائيل هيجي واحد من بني اسرائيل لن يربى ولن يكبر ولن يأكل ولن يشرب ولن يعيش ولن يتعلم الا تحت رعاية فرعون يبقى اذا من القادر في هذا الكون الله ام عباد الله فخليك ابو من تبع ايه ارادة الله خلي قوتك بالله واعلم ان الله سبحانه وتعالى اذا اراد شيئا كان المسألة عايزة ثقة في موعود الله سبحانه وتعالى وثقتك في موعود الله هي التي تجهلك كبيرا تجهلك كذا يعني يعني قيمة امام يعني ملك الملأة الاعلى امام الملائكة امام ملك الحسنات امام ملك السيئات امام المؤمنين امام الناس قوتك بالله والمؤمن القوي دائما يظل قويا اذا تقوى انت ضعيف ولكن خذ القوة من الله مريض خذ الشفاء من الله فقير خذ الغنى من الله هكذا امام يصنع في قلب العبد في يذهب هذا الطفل الصغير الى قصر فرعو وقالت لاخته قصي امشي يا مريم خلفه مع سسجوه ورح فين اول ما وصل وصل متأخرا وطالت مدة جوعه وغيابه عن ثدي امه فيرضع منه فبدأ الولد قالت صغير يريد ان يرضع كل ما يأتلوه بمرضعة يأنف ان يأخذها ولكن يبقل يريد ان يرضع يجيبوا المرضعة اخرى ثالثة وعاشرة وعشرين ابدا قالت اختبك هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم ممكن انا اجيب لكم مرضعة ويقبلها جاءت امه مجرد ان لان ربنا وليه وحرمنا عليه المراضع من قبل يا الله يبقى التحريم تحريم الهي يعني طفل وريد ان يعطي ارضع اللاب هو اي المشكلة ان السدي امه او اي سدي لكن تتجد ان الطفل الصغير عنده اسبوع واسبوعين يبقي تحمله جدته يبقي عمته يبقي خالته يبقي ابوه اخته اول ما تحمله امه يسكن طب عارف امه من غير امه لا عارف ازاي لانه تسع شهور مكت بجوار دقات قلبها فرأى وسمع وتعود على دندنة قلب الام فلما يبتعد عن هذه الدندنة وتلك الالحان الجميلة لا يتعود هذه الدقات وتلك الدقات انما تعود ايه دقات قلب امه اول ما تتمسكه النغمة تتوافق الباثورد سبحان الله الرقم السري سبحان الله الحنان السري اللي ربنا وضعه في ايه في قلب الام ولذلك انا يحسني ان تبيت ام باقية من ولدها او باقية من ابنتها اين تذهب يا ولدي عندما تكبر واين تذهب يا بنيتي عندما تكبرين وقد جعلت ليلة تأتي فيبكي الاب وتبكي الام بالذات الام الضعيفة التي لما تولد البنت يقال في الاثر يخاطبها رب العباد ضعيفة خلق واشهدكم يا ملائكتي ان منعالها اعولوا حتى امون المرأة في الاسلام والبنت في الاسلام من فرح انثى كانت من بكى من خشة الله عز وجل المهم جاءت ام الكريم التقم الرضيع ثديها لما امه شك فرعون ان تكون هي امه فقالت له نحن من قوم لا يرفض اثداءنا الاطفال هاتوا اي طفل وانا ارضعه يقبل والمهم ارادت ام الكريم ام موسى ان تعود الى بيتها من باب التخبيئ يعني قال لها فرعون انتظري هنا يعني يعني عشان ترضعي هذا الولد قالت انا عندي زوج عندي اولاد ف فصلوا لها اعطوا لها جناح كبير داخل القصر تجد السياه واسرتها لارضاع سبحان الله هذا المولود وده اول واخر مولود في التاريخ يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يتوكر على الله حق التوكل كمثل ام موسى ترضع وليدها وتقبض اجرها يا الله عمرك شفت واحدة ام ترضع ولدها تاخد على ذلك اجر اخذت اجر وطعمت وشربت في قصر فرعون لان ام الكريم عندما امرها رب العباد ان تلقيه في اليم نازعها كما نقول امران كبيران شرع رباني وطبع انساني شرع رباني وطبع انساني الطبع الانساني يأبى والشرع الرباني يأمر فهي سبقت وطبقت الشرع الرباني على الطبع الانساني فارضاها رب العباد عز وجل بالله عليكم قصة الكريم بقصة وفيها عبر كثيرة لا نستطيع أن ننهيها في مرة واحدة ولكن إن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله نتواصل مع شيخ بني إسرائيل حيث قصته العجيبة من البداية إلى أن وصل إلى حدود بيت المخدس وكان يتمنى أن يتخلها فما دخل وما شجعه بني إسرائيل عليها وسوف نأتي لهذا الكلام إن شاء الله أنا أريد أن أقول أن القصص القرآني قصص يقوي عقيدة الإنسان ويقين الإنسان لا تنسون من صالح دعائكم ونصدعكم الله الذي لا تضيع دائع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته